مرحبا يا أصدقاء أنا جابي من لوس أنجلوس الرجاء الإعجاب والاشتراك أعيش في حي فخر مع أمي العزباء والتي عشقتني وقالت أنني الأجمل دوما كما تباهت بي أمام أصدقائها انظروا إليها أليست شبهة بالملاك؟ انظروا لبشرتها إنها ناعمة جدا إنه عيد ميلاد ابنتي توقفي عن التباهي بابنتك أرجوكي لم تستمع أمي لأي أحد كبرت وكبرت حماية أمي لي لماذا تقفين تحت الشمس يا جابي؟ ابتعدي عن الأطفال القذرين إنهم أصدقائي يا أمي ونحن نلعب فقط أدخلوها أيها الخدم واجعلوها تغتسل الآن كانت أمي مجنونة بالحفاظ على جمالي وبما أني بالمنزل دوما فكنت أشاهد التلفاز الذي أصبح المفضل لي أحببت مشاهدة التمثيليات وحاولت تقليدها وازداد الشغفي بالتمثيل حينما التحقت بنادي الدراما منذ الصف الأول وكنت مشهورة في فصلي ذات يوم بينما كنت أؤدي أكثر دور شاعري في مسرحية المدرسة صمعت الأطفال يصرخون أهربوا توجد أفعى هنا ركض الجميع خارج المسرح مذعورين ثم رأيت فتن من فصلي مختبئا بالزاوية ويرتجف خوفا أمسكت بيده وركضنا للخارج وبمجرد أن كنا بالخارج أبعد يدي عنه يا له من غريب كان اسمه آلين وكان هادئا جدا حتى لم أره كثيرا لكني رأيته بعد ذلك جالسا وحيدا وكان الأطفال يضيقونه لماذا تحتلو طاولة بأكملها بينما لا تمتلك أصدقاء أخرج من هنا أنا صديقته سأتناول طعامي معه اذهبوا هيا غادر الأولاد وجلستوه ثم غادر آلين أيضا آخ لن أبذل مجهودا لأكون لطيفة بينما هو أحمق في ذلك المساء كنت أنتظر السيارة حينما سمعت أحدهم يبكي في الكراج وصدمت لرؤيتي أنه آلين هل أنت بخير؟ أبعد يدي عن كتفه وفقدت صوابي ما مشكلتك لا بأس لو أردت الوحدة لكن بإمكانك أن تكون لطيفا مع الناس الذين يهتمون بك لقد فقدت كلبي وكان صديقي الوحيد أنا آسف لم أود أن أكون وقحا لكن لم أملك أصدقاء قط ولا عارف كيف أتحدث مع الناس لا بأس أنا آسفة بشأن كلبك ربما يمكننا أن نكون أصدقاء بدأ متفاجئا ثم أومأ بابتسامة وهطلت الأمطار فجأة ركضنا لمبنى المدرسة وأمسك بحقيبته ليحميني من المطر وأصبحنا أصدقاء منذ ذلك اليوم كما دعوته لمنزلي وقدمته لأمي لكن لم تكن سعيدة بهذا لا يبدو كأنه من عائلة جيدة يا جابي يجب أن تبتعد عن الأطفال أمثاله إنه صديقي ولا أهتم لأي شيء آخر مرت السنوات وازدادت صدقتي بآلن حيث خرجنا معا في رحلات المدرسة وحضر كل مسرحياتي أخذت دور البطلة في الصف الثامن في العرض المسرحي وركض آلن نحوي بعد انتهاء العرض وعانقني لقد كنت مذهلة يا جابي لم أبعد عيني عنك تفضلي هذه من أجلك وأردت أن أخبركي بي لكن قبل أن يكمل ركض رجل وأزح آلن جانبا غفو بغفو أنت مذهلة أيها الفتاة أتطوق إلى تجيلك في فيلم الصغير القادم فيلمه الماذا؟ قدم الرجل نفسه على أنه منتج كبير وبدأ متطوقا إلى توقيع دور البطولة معي ثم جاءت أمي تصرخ متشوقة من الخلف هذا مذهل يا جابي وافقي عجزت عن الكلام فأمعت برأسي فقط ثم بحثت عن آلن فلم أجده انتظرته بالمدرسة في اليوم التالي ولم أره وبينما قاد السائق بي للمنزل رأيت آلن يسير تحت المطر طلبت من السائق أن يوقف السيارة وركبت نحوه هل أنت مجنون؟ إلى أين تذهب تحت المطر؟ تردد بالتحدث وأدركت أن هناك شيء ما ما الأمر؟ كنت ستقول شيئا بالأمس لكنك اختفيت أنا أحبك يا جابي لكن لم أستطع حمل نفسي على قولها حينما رأيتك تحصلين على فرصة تحقيق حلمك فلم أود أن أدمر الأمر لا يا آلن أنت لا تدمر شيئا في الحقيقة أنا أحبك أيضا وبدأنا المواعدة بعد ذلك اليوم اتخذت حياتي منحنا كبيرا حين نجاح فيلمي الأول فأصبحت نجمة صاعدة بين عشية وضحها واضطررت للسفر بعدها من أجل العمل والجزء الأفضل هو أني تمكنت من استحاب آلن معي واستمتعت بهذه الرحلات معه كمواعدة مثالية ذات مرة أخذته لموقع التصوير وبينما كان الصحافيون يحاورونني ركض آلن ومعه صندوق من الحلوى لقد جلدت لك هذه اتجهت كل الكاميرات نحوه فجأة وركض من هناك سألني الصحافيون عنه وتحدثت أمي قبلي إنه مجرد صبي ينقل لها الأشياء أمي أردت إخبارهم الحقيقة ثم فكرت بالاهتمام الإعلامي غير الضروري الذي سيحصل آلن عليه فقررت أنه من الأفضل ألا يعلموا أيقظتني أمي بالصباح التالي بأخبار صادمة كانت هناك صور لي ولآلن على الجرائد ومكتوب عليها ممثلة مليونيرة شابة تقع في حب صبيها لقد بدأت بناء اسمك في هوليوود يا جابي وتودين تدمير هذا كله من أجل هذا الفتى الفقير هناك الكثير من الممثلين الأثرياء الذين بإمكانك موعدتهم توقفي يا أمي ماذا تع؟ لا أريد سماع أي شيء أنا فقير وأريدك أن تنفصلي عنه بالطبع لن أفعل هذا والآن بما أن الخبر قد انتشر فسأواعد آلن أمام العامة وعلى أمي تقبل هذا في عيد ميلاد آلن السادس عشر كان لي استلام جائزة مهمة في نفس اليوم لذا فقد قررت استحابه معي وتقديمه أمام الجميع سنمرح كثيرا كما جلبت لك بدلة جوتي مصممة من أجلك لكن لكنك تعلمين أني أكره الازدحام والإعلام ولا أعتقد هيا يا آلن من أجل أرجوك هذه المرة فقط وافق وذهبنا للحفل تلك الليلة معا ورأيت أن آلن متوترا جدا أمام كل الكاميرات فأمسكت بيده كنت أقف من أجل صورة لاحقا حينما داس آلن على فستاني وتعثرت فوقعت على وجهي ضحك الجميع والتقط الصور وشعرت بالإحراج أعتذر آلن في طريق عودتنا لكني فقدت أعصابي حين رؤية الصور والنكات على الإنترنت لماذا فعلت هذا يا آلن؟ ماذا؟ لقد كان بالخطأ لماذا تتصرفين بغرابة حتى؟ لأنه أمر هام لي صحيح كل شيء يتعلق بك دوما يا جابي أنت نجمة معروفة لكن ماذا عني؟ أنا إنسان بمشاعر أيضا هل فكرت بي في كل هذا؟ توقف يا آلن دائما ما فكرت بك أصحبك معي لكل مكان وأحصل لك على أفضل الأشياء حتى لا تشعر بأنك مختلف لكني لست بحاجة مالك أو عطفك أو أي من تلك الشهرة يا جابي أذهب معك حيث ما أردت لأني أحببتك وليس لأني مستمتع بالأمر لكن لا يمكنني فعل هذا بعد أوضو الانفصال لم أصدق أذناي لكنه كان جادا لم أرى آلن بعد ذلك اليوم كما أنه ترك المدرسة وكسر قلبي لأشهر حاولت أمي إبهاجي باستحابي للحفلات والسينما لكني أشغلت نفسي بالعمل وتطورت مهنتي بمرور السنوات ذهبت في عيد ميلاد الثاني والعشرين لأتطوع في ملجأ أطفال ثم رأيت أن أحد الأطفال قد فقد وعيه ركض شاب من الخلف وأجرى الإسعافات الأولية له وأنقذ حياته علمت أنه باكستون وهو منتج موسيقي ثري ويعمل في مجال الأفلام لقد كان رائعا ما فعلته اليوم أنا المذهول فعلا هذه أول مرة أرى فيها ممثلة مشهورة تتطوع من دون الكاميرات حسنا هذا يسعدني أنا وثقة من أن هذا سبب وجودك هنا أيضا ابتسم لي وتحدثنا وبدأ شابا رائعا حقا بعد أيام كنت أعمل على فيلم الجديد حينما علمت أن باكستون هو منتج الموسيقى هناك وتحمست جدا للعمل معه كما التقينا بمواقع التصوير وأحببت الخروج معه وتقربنا في وقت قصير حقا كما وفقت أمي على الأمر أعتقد أن أحدهم قد وقع بالحب لا يا أمي نحن مجرد أصدقاء لم تيأس أمي بسهولة فرأيت باكستون على بابنا بالصباح التالي لأن أمي دعته على الإفطار استمتعنا بوقتنا حتى أرته أمي صورة فولة المحرجة وكان ذلك غريبا أرجوك يا أمي توقفي هاهاها تبدين رائعة حقا دائما أبهجتني كلماته وسرعان ما توعدنا ذات ليلة بعد تصوير فيلمنا خرجت مع باكستون وتقدم لي صدمت لأني شعرت أنه استعجل قليلا لكن عملني باكستون كأميرة وكان مثاليا جدا لذا فقد وافقت وخطبنا كان لدي تصوير في الشارع بعد أيام وبينما خرجت من الشاحنة خرج مهوس مجنون وحملني من الخلف حاولت التخلص منه ثم جاء شخص من الخلف ولكمه سحبني جانبا ورأيت أنه أعلن أمسك الحراس بالمهوس بعيدا وأجلسني أعلن هل أنت بخير؟ هل أذاكي؟ لا لا أنا بخير لكن ماذا تفعل هنا؟ لقد مرت ستة سنوات أعلم وأنا هنا لأني المدير التنفيذي لهذه الشركة إنه مدير تنفيذي الآن أخذني لمقهى بعد انتهاء التصوير وأخبرني أنه قد طور تطبيقا بعد الثانوية وعمل جاهدا لبناء شركته أنا فخورة بك يا أعلن لقد حققت نجاحا كبيرا نعم وكانت والدتك هي الدافع الأول أمي في اليوم الذي نشرت الجرائد به صورنا جئت لأطمئن عليك فسمعت أمك تصرخ وتقول بأني فقير ولا أستحقك ماذا؟ وقررت منذ ذلك اليوم بأني سأعمل جاهدا لأكون رجلا جيدا كفاية لأستحقك يا جابي أحببتك ولا أزال أدركت فجأة كم اشتقت إليه لكني سأتزوج من باكستون قريبا توقف يا أعلن لقد انفصلت عني وهذه الحقيقة وقد تأخرت كثيرا لأني مخطوبة من شخص آخر للآن رأى الخاتم في إصبعي وشحب وجهه وغادرت ذهبت من أجل اختيار فستان الزفاف مع باكستون بعد أيام وبمجرد أن خرجت من غرفة الملابس صدمت لرؤية أعلن والذي كان يحدق بي أعلن ماذا تفعل هنا؟ جئت مع صديقي من أجل اختيار بدلة لزفافه ظهر باكستون فجأة مع باقة من الأزهار بيديه انظري حبيبتي لقد جلبت هذه لك لتتلاءم مع فستانكي ثم تقدم آلن فجأة أبعد هذه عنها فلديها حصاسية من الأزهار صدم باكستون لكني قدمت له آلن كصديق قديم وانتهى به الأمر وهو يدعوه لحفل الزفاف أخبرت آلن قبل الخروج من المحل أن ليس عليه الحضور لكنه صدمني بكلماته سأرحل إلى لندن للأبد يا جابي وحتى لو لم أكن سأرحل فلن أستطيع رؤية حب حياتي تتزوج من رجل آخر كسر الألم الذي في كلماته قلبي سرت بالممر في يوم الزفاف لكني لازلت أفكر في آلن كثيرا وكان هذا يدفعني للجنون ولم أستطع فعلها حينما نظرت لباكستون ما العمر يا جابي لا يمكنني فعلها أنا أحبك يا باكستون لكن لكنك تحبين آلن أليس كذلك رأيت عيناك ذلك اليوم يا جابي لقد نظرت له بطريقة لم ره من قبل أنا آسفة يا باكستون لا تعتذري اذهبي إليه لو كان هذا ما يشير قلبك إليه باكستون ركضت للخارج وأخذت سيارة للمطار وصلت هناك وبينما كنت أبحث عن آلن سمعت أحدا ينادي اسمي جابي آلن ماذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ إنه يوم الزفافك ولا يجب أن تتواجدي هنا هنا حيث يجب أن أكون أيها الأحمق معك أنت مع الشخص الذي لطالما أحببته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة